صراحة عندي وجهة نظر فيما حدث ويحدث من مساجلات وجدل كبير حول ما أثير على مشاركة المنتخب الأخيرة في بطولة كأس آسيا هذا المحفل الدولي الكبير اللي المفروض يعني عكس صورة جميلة عن بلد مثل العراق عمره 7000 سنة من الحضارة العراق يختلف عن باقي البلدان إلى خصوصية بالمشاركات جمهور قوي يعشق يتنفس كرة القدم منتخب له تاريخ مشاركة في كأس العالم مواقع بطولة آسيا وعدد من البطولات يعني تاريخ حافل بالمنجزات ولا ثقلة ولا هوية وشخصية عندما يكون خصما لباقي المنتخبات لأسف الشديد أن هؤلاء الصحفيين طبعا ناس أيضا طالبتنا من يوم أمس أنه كقانونيين كمتصدين كناشطين أنه نتصرف قانونيا مع هاي الإساءة اللي يعتبروها هي إساءة لكل فرد عراقي لأن أنت من تتجاوز على كادر تدريبي في محفل عالمي وأمام أنظار وسائل الإعلام العالمية في بث مباشر لنقل وقاع مؤتمر صحفي مهم يحدث بعد المباراة مباشرة هاي تعتبر مثلبة على واقع الصحافة بالعراق وعكس صورة سلبية لواقع الصحفيين طبعا هما ما يمثلون الصحفيين بالعراق الصحافة بالعراق الهدور وبعض طويل على مدى العصور والأزمنة وبالتالي طالبتنا الناس صراحة أنا واحد من الناس يعني نظمت شكوى معنوانة لسيد قاضي التحقيق وبلغت الناس والمحامين اللي يريد يقيم شكوى على هؤلاء أنه يقيم بها سيد رئيس مجلس الوزراء مشكورا اليوم وجه بتوجيه رسمي كما شفنا بالحديث مالته باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المتجاوزين لأن البارحة كانت تصريح قوي للمدرب كاساس بالصحافة الأسبانية أعلن عنه عدم رغبته باحتمال عدم رغبته في تجديد العقد مع العراق وبالتالي هذا أثار ردة فعل من الجماهير العراقية وامتعاض كبير جدا من الصحافة والإعلام والناشطين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي أريد أن نوه على موضوع مهمة أكو فرق دائما من نحكي في أروقة السياسة أكو عامل وقاسم مشترك هو فرق بين إحنا من نطالب شخصية رئيس الوزراء من تختارها الكتل السياسية فرق بين تختار لشخص عمره ثمانين سنة وبين تختار لشخص بعده في ريعان الشباب مالته اللي هو متوسط في العمر يعني اليقود المؤسسة للسلطة التنفيذية اللي هي أعلى هرم في الدولة العراقية واللي عنده كل الصلاحيات والواجبات المنوطة بموجب المادة 78 اللي هو شخصية الشخص نفسه اللي شوف شون بسيد محمد شاعي السوداني يدعم الرياضة يدعم المنتخب يدعم القطاعات الرياضية وفكرة متنور وواسع في مواكبة متطلبات الشباب إحنا عندنا إذا نريد نصنف الشعب العراقي وآخر تصنيف نزل لوزارة التخطيط العراقية يقول من عمر 15 إلى عمر 64 عام يمثلون 75 بالمئة نسبة السكان في العراق من مجموع 43 مليون و300 هذا آخر إحصاء في عام 2024 نزل فإحنا عندنا هاي الفئة اللي هي فئة الشباب هم يشكلون 75 بالمئة أنت بنجيب لشخص عمر 80 سنة ما يعرف متطلبات الشباب ما يعرف أمزجتهم ما يعرف فهو هذا الواقع اللي المفروض وياريت أن رئيس الوزراء لو يكون عنده أكثر من شهادة عنده قانون وعنده هندسة وعنده شهادات متعددة يكون فكرة واسعة ومتطور ويواكب متطلبات الشباب والشابات وحاجات أبناء المجتمع لأن آدم سميث العالم الاقتصادي صنف صاحب النظرية الاقتصادية المشور يقول الإنسان هو عبارة عن حاجات متعددة وبالتالي حاجات الناس هي أن يجب أن تكون في ذهن الشخص اللي يقود المؤسسة أكو فرق بين أنت من خلية محمد الحلبوسي رئيس للبرلمان وفرق بين عن أسلافه رؤساء البرلمان اللي عمرهم يجاوز السبعين سنة شفت البرلمان في فترة محمد الحلبوسي اختلف الوجهة أنا أحسا ما ليسا ما ليسا أحكي عن سلبيات وإيجابيات السيد أنا أحكي عن نقطة معينة أحكي عن فكر فكر الشخص اللي يقود هاي المؤسسات وبالتالي هؤلاء الناس اللي يقودون اللي على رأس الهرم هم اللي المفروض يراعون متطلبات شباب متطلبات حاجات الناس وأمزجتهم اللي تنصب بالواقع وتندرج ضمن الحياة اليومي ترجمة نانسي قنقر